اشتقاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معدنا النهاردة مع البرب ممكن يكون جديد على بعض الناس لكن هو زي يعني تقريبا اشتقاق من hold معناها يمسك هنا البرب بتاعنا behold beheld beheld behold beheld beheld طيب نشوف كده معنى الفعل ونحاول نستنتج معناه من خلال الجمل اللي احنا كتبنا we got up early to behold the sunrise لقد استيقظنا مبكرا كي نرى behold معناها يرى كي نرى شروق الشمس we got up early to behold the sunrise لقد استيقظنا مبكرا كي نرى شروق الشمس what a sight to behold يا له من منظر جميل النظر اليه او يا لروعة المنظر what a sight to behold ونستخدمه طبعا في غير سياق السؤال it's just to make exclamation عشان اعمل تعجب طيب نشوف كده الامثال اللي بعد كده her face was a joy to behold معناها وجهها حسن النظر اليه او وجهها متعة ان تنظر اليه her face was a joy to behold يب هنا اعرفنا او سنتج المعنى كلمة behold معناها ينظر او يطالع او يناظر او يرى behold the thief was called red handed behold هنا معناها انظر it's just to grab the attention عشان اجذب نظر شخص معين فأقولي behold انظر بص كده انظر لقد ضبطا الليص متلبسا thief معناها لص red handed معناها متلبس يب behold the thief was called red handed انظر لقد تم القبض على الليص متلبسا بجريمته low and behold وده يعني expression مشهور كلمة لو حتى غريبة كده في سياقها بس هي على بعضها كده تعتبر collocation يعني كلمتين مرتبطين ببعض قف وناظر او قف وتأمل low and behold قف وناظر او قف وتأمل وفي عندنا مثل مشهور بنقوله حتى بالعمال المصرية اللي هو الجرد في عينهم وغزال او الجمال بعين الرائي beauty is in the eye of the beholder beauty is in the eye of the beholder معناها الجمال بعين الرائي او القرد في عين امه غزال بكده الفرب بتاعنا يكون خلص واتمنى انه يكون درس مفيد واشوفكو فيه مع فعل جديد ان شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة